اشتركوا في القناة السلام عليكم ورحمة الله وبركاته في هذه الحلقة الجديدة من برنامجكم الشعري مساكم الشعر نتمنى أن نرتقي ولو قليلا إلى أدواقكم العالية والراقية في هذه الحلقة الجديدة من مساكم شعر أتمنى أن تتواصلوا معنا وتتحفونا بقصائدكم ومشاركاتكم الشعرية خاصة وأن هذه الحلقة هي الحلقة خلينا نقول الاحتفالية بمرور عشر سنوات على انطلاق هذا البرنامج فاليوم احتفالية عدنا إن شاء الله بتكون بمرور عشر سنوات على انطلاقة البرنامج والاحتفالية حلاوتها ورودها كل شي فيها عبارة عن قصائد إذا ياتنا القصائد فهذه هدايانا اللي نتمنى أنها توصلنا منكم نتمنى أننا نستمع إلى قصائدكم إن كانت فصحة أو شعبية لكن قبل ما نكمل في حديثنا أحب أني أرحب بكل من يتواجد معي اليوم من كادر فني في هذا البرنامج وبقيادة اليوم المايسترو عندنا مايسترو جديد هو قديم في نفس الوقت كان معنا زمان اللي هو الأستاذ الجميل رمال أبي يونس ونتمنى أننا اليوم حتى مع الاتصالات ومع الشعر نبغي نقاشات في مواضيع مختلفة نبغي نتحاور في جوانب شعرية أيضا مختلفة وعند موضوع أنا في فقرة رايكي همنا طبعا اليوم الفقرات عندنا الجديدة بتكون معنا بتبدأ معنا من الحلقة الجاية فقرات إن شاء الله أنها ترضيكم لكن اليوم بحكم أنها احتفالية قلنا خلاص نخصصها للاتصالات والشعر بشكل عام وتكون مفتوحة وفيها فقرة للنقاش وفيها يمكن توصلنا بعض الأمور هدايا عاد الجماعة هني ضامينها عندهم الإدارة قالوا لين ما نبدأ البرنامج فهذا شيء يسعدني واهتمامكم بالبرنامج شيء أيضا يسعدنا عموما خلوكم معنا ومع برنامجكم مساكم شعر ولا تغيرون الموجة نحن بنطلع بعد شوي على فاصل قصير وبنرجع لكم لفقرة رايك همنا ومع موضوعنا في حلقة اليوم فلا تروحوا بعيد ولا تغيروا الموجة إن شاء الله راجعي لكم بعد هذا الفاصل القصير متواصلين معكم مشاهدين الكرام مستمعين الأعزاء وبرنامجكم المساي الخميسي الشعري مساكم شعر مثل ما قلت لكم حلقتنا لهذه الليلة حلقة احتفالية حلقة مختلفة طبعا بتواصلكم أولا وقصائدكم ثانيا وثالثا بمرور عشر سنوات على انطلاقة برنامج مساكم شعر على الإذاعة والتلفزيون لذلك تواصلكم معنا في هذه الليلة مختلف ويهمنا هل نذكركم برقام التواصل رقم الهاتف صفر تسعة إذن رقم الهاتف صفر تسعة أربعة ثنينات ثلاثة أربعة خمسة صفر تسعة أربعة ثنينات ثلاثة أربعة خمسة ومن خارج الدولة مسبوق بفتح الخط اللي هو صفر صفر تسعة سبعة واحد تسعة أربعة ثنينات ثلاثة أربعة خمسة اللي حاب أيضا يستمعنا عن طريق خلينا نقول الهاتف عن طريق الابليكيشنز عن طريق التطبيقات تطبيقات الهاتف يقدر أن ينزل عنده تون ان راديو اسم البرنامج تون ان تي يو ان اي بعدين ان برنامج يعني يختص هذا بالإذاعات تقدرون تكتبون بالانجليزي فجيرة راديو بيطلع على طول أو بتطلع على طول عندكم إذاعة الفجيرة بشكل مباشر إذن متواصلين معكم ومع اتصالاتكم ومعنا اتصال من شخصية جدا جميلة شاعر وكاتب وقدره واحترمه وايضا الساحة الشعرية تقدره كثيرا لأن ما شاء الله عليه متواجد في كل أرجاءها وايضا خارج الدولة خالد داخل الدولة وخارج الدولة ما شاء الله عليه متواجد اللي هو الشاعر المعروف خالد الظنحاني بوزايد رئيس جمعية الفجيرة للاجتماعية الثقافية إذن معنا الجميل خالد الظنحاني رئيس جمعية الفجيرة خالد الظنحاني بوزايد السلام عليكم وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته ورحمة الله وبركاته ورحمة الله بالخير بو ناصر طبعا أنا مو بأجمل عنك لا أجمل أجمل الله يسلم شخص بارك حبيبي حمد الله بخير أول شيء نمسي عليكم على جميع مستمعيك الكرام وعلى العاملين أيضا في هذه الإذاعة الراقية وطبعا أنت ذكرت قبل شوي أرقام الإذاعات الإذاعة هذه وأيضا الترددات لكن الحمد لله إذاعة الفجيرة وتلفزيون الفجيرة أيضا أشهر من نار على عالم يتابع هذه الإذاعة وخاصة برنامج كالجميل ونحن حقيقة نبارك لك مرور عشر سنوات على انطلاقة هذا البرنامج الرائع ونحن من بدايات هذا البرنامج نحن تابعينك وشاركنا أيضا معك في أكثر من حلقة وهذا طبعا يشرفنا وفخر لنا أنك تكون يعني في الفجيرة وفي إذاعة الفجيرة وفي رحاب الفجيرة وبالفعل أن الكل يعني من أبناء الفجيرة يكنوا لك كل التقديم والاحترام على ما تبذل صراحة من إبداعات جميلة لأنك أنت بالفعل هذا البرنامج قدم الكثير من الإبداعات توا كان في إمارة الفجير أو في الإمارة بشكل عام وحتى أيضا أنت طرقت إلى يعني شعراء الوطن العربي فهذا يعني يحسب لك وأيضا أنت أيضا حصلت على جائزة جميلة أيضا من جائزة العويس أعتقد صحيح السنة الماضية وهذا أيضا يتوج يعني الله يزيك الله يزيك الله يزيك الله يزيك والله نحن نتمنى لك التوفيق دائما هذه بلادنا بوزايد وكنا أنت من صوبك وأنا من صوبك كنا نقدم جهود لخدمة هذا الوطن في مجالاتنا اللي نحن فيها ولكن مهما قدمنا لنا فيهم حقهم خاصة في برنامج مساكم شئر توجهات أيضا سمو الشيخ راشد بن حمد شرقي أيضا يعني دائما نحاول أن خلينا نقول نقدم ما يرضي مستمعينا مشاهدينا ما يرضي الساحة الشعرية بشكل عام فهذه التوجهات دائما ونحن نحاول أن على الأقل يعني نصل لما يطمح سموه لما يطمح الشارع خلينا نسميه الثقافي والساحة الثقافية والشعرية وأيضا أنت بوزايد من خلال جمعية الفجيرة الاجتماعية الثقافية ما شاء الله عليكم وأنت بشكل شخصي حتى متواجد داخل وخارج الدول أذكر أنك تواجدت تقريبا في معظم الدول الأوروبية بوزايد واليوم ما شاء الله واصل قريب من أيضا الهند من كيرلا كانت أيضا هناك يعني كان في ملتقى أو مؤتمر مؤتمر الشيخ زايد للسلام وكان هذا المؤتمر أيضا أنت أحد المشاركين فيه كلمنا عن هذا المؤتمر بوزايد خاصة وأن أحدث فعالية خلينا نقول تواجد فيها نعم طبعا تذكرت جهود الجمعية طبعا الحمد لله جمعية الفجيرة الاجتماعية الثقافية يعني قدمت الكثير يعني قبل أن أكون رئيس مجلس دارتها وبعد ما أصرت رئيس مجلس دارتها في الحقيقة جمعية عريقة وقدمت الكثير أيضا لأبناء الفجيرة صحيح وإن شاء الله تعالى مستمرين في هذا العطاء إن شاء الله الوطني والثقافي والاجتماعي طبعا بتوجيهات صاحب السمو الشيخ حمد بن حمد الشرقي حاكم الفجيرة وأيضا بدعم من سمو الشيخ محمد بن حمد الشرقي ولي عهد الفجيرة الجهود تتكامل أيضا يعني جهودكم وجهودنا تتكامل لإبراز الصورة الحقيقية والحضارية لدولة الإمارات والثقافة دولة الإمارات والشعر الإمارات أيضا جميل طبعا المؤتمر الأخير اللي حضرنا في ولاية كيرلا بالهند طبعا من تنظيم جانعة الثقافة الإسلامية العالمية هذا المؤتمر سمي باسم زايد الخير طبعا بما أنه زايد الآن ونحن احتفل في عام زايد نعم تقدمونا دعوة للحضور لهذا المؤتمر الذي يحمل اسم زايد وطبعا هو بتحت مسمى مؤتمر زايد العالمي للسلام نعم وأنا شاركت في الحقيقة في الجلسة الثقافية لهذا المؤتمر وتحدثت عن مناقب الشيخ زايد ومآثر الشيخ زايد وأيضا تطرق إلى أن الشيخ زايد شخصية أيضا ثقافية شخصية يعني شاعر أيضا من الطراز الأول قدم الكثير وهو له الفضل يعود وصول الساحة الثقافية الإمارات إلى أفضل الساحات العربية من جال التعديل جميل بوزايد أنا عندي سؤال عند الحين بنطلع شوي للمشاكسات نقول أعرف كماتي وزعني شغلة بوزايد أشوفك متواجد يعني أخبارك توصلنا بأن لك فعاليات خارج الدولة أكثر منها داخل الدولة هل يعني هل هناك يعني خلينا نقول عراقي العقبات للشاعر أو للكاتب أو المثقف أو لخالد في الدولة لذلك هو يسعى للتواجد أو بمعنى آخر يقبل التواجد ويقبل الدعوات اللي يتصل للتواجد خارج الدولة هل في شيء مش راضي عليه خالد لذلك ما يتواجد بكثرة مثل خارج الدولة لا لا في الحقيقة نحن متواجدين من خلال جمعية الفجر نقول أكثر لا لا خل الجمعية نتكلم عن خالد 50 فعالية أكيد متواجد أنت في الدولة وخارج الدولة متواجد لكن أقصد بنسبة أكبر قد تصنى الأخبار أن خالد وجهت لدعوة في جهة معينة أو جهة أخرى وهذا شيء جميل بالعكس أنت تمثل شعراء البلد كلهم تمثل الدولة أيضا في تواجدك خارج الدولة ولكن أحيانا أنا أكون معك صريح أحيانا أسمع من بعض الشعراء يقول لك والله أنا أفضل لي أطلع في أمسيات خارج الدولة أكثر من داخل الدولة داخل الدولة في بعض عند مش الدولة بشكل عام ولكن أتكلم عند القائمين على بعض الأمسيات عندهم بعض المحاباة بعض يعني لا خلينا من الكلام هذا بو ناصر بو ناصر الآن إذا تحدثت عن أمسيات شعرية نحن ما نجد أمسيات شعرية الآن يعني بشكل مثل ما كان قبل قبل كان في حراك نشاط ثقافي والشعري كبير في الحقيقة الآن يعني اختفى هذا الحراك الثقافي أو الحراك الشعري خصوصا الحراك الثقافي موجود الحمد لله في كل المؤسسات الثقافية تقيم هناك ندوات ثقافية وأدبية وغيرها لكن الأمسيات الشعرية وخصوصا الأمسيات الشعرية الخاصة بالشعر النبطي الآن لا تجد هذه الأمسيات إلا ما ندر هنا وهناك وأيضا حتى لو أنا جتني دعوات كثيرة في الحقيقة لكن الأمسي إذا ما كانت تناسب الشعر خار الظنحاني مثلا وأي شعر آخر يعني هناك شروط للأمسيات يعني الآن اللي قائمي على الأمسيات أحيانا يعني تفوتهم لكثير من الأشياء وأنا ما أحب أن أدخل في أمسيات أو أدخل في ندوة ويكون هناك في تقصير سواء كان تقصير إعلامي أو تنظيمي أو كذا نعم فتل هذه العقبات نعم فبالتالي أنا لو واحد يبتعد عن هذه الأمسيات حتى لا تسي إلى تجربته يعني إنسان الآن يعني بذر جهود كبيرة للوصول إلى هذه التجربة وهذه المستوى الرفيع بعد ينزل إلى مستوى آخر معنات أن كثير من الجهات أو القائمين على الأمسيات أن في جهاتنا الثقافية لا لا توجد لديهم أو قليل قليلة هي الثقافة عندهم في تنظيم هذا النوع من الفعاليات جميل بزايد عشان ما أطول من خلال من خلال جمعية الفجيرة إن شاء الله نحن سوف نقيم أمسيات شعرية مستمرة وإن شاء الله سوف نطلق بيت الشعر إن شاء الله جميل من جديد حتى تظل الأمسيات موجودة إن شاء الله وننظمها بشكل دوري بزايد سؤال لخير قبل الطلب عندكم أمسية أو فعالية ندوة أعتقد يوم الثراثة نعم في عدنا ندوة يوم الثلاثة إن شاء الله سميناها تحت عنوان زايد رجل الثقافة بحكم أننا نحن في بداية عام زايد فإن شاء الله من خلال المقهى الثقافي التابع لجمعية الفجيرة وهذه المرة أيضا نقيمها إن شاء الله في بيت الفن التابع لأهيئة الفجيرة للثقافة والإعلام وطبعا بحضور ومشاركة كثير من أبناء الفجيرة يعني للمثقافين نحن حاولنا نركز في البداية على أبناء الفجيرة المواهب الأدبية لحتى نبرزها للساحة الثقافية وهذا دورنا يعني نحن دورنا أن نبرز المواهب الثقافية أو الأدبية أو الشعرية من أبناء الفجيرة ومن ثم ما نتطرق إلى المواهب الثقافة في إمارات الدولة أبو زايد خذنا للشعر الشعر أدى حنا رحنا بدأنا بالفعاليات وبعدين رحنا للمشاكل خلنا نقول مشاكل الساحة الحين نبغي نطري هذا الجو بقصيدة من قصايدك الجميلة يا أبو زايد فبعدها عليكم إن شاء الله تعالى أقول استيقظ الصبح بعد اليأس والخطر والشمس تشرق في أمن على البشر فاستقبل الشمس والأشواق تحملهم للأمن من طول مكس الظلم والضجري ما قيمة الشمس لولا الليل في أرق أو فرحة الأمن لولا لجة الخطر من أجل ذلك سر الناس قاطبة غنوا ومالوا مع الألحان والوتر من أجل ذلك سر الناس قاطبة غنوا ومالوا مع الألحان والوتر ليست بشمس ولكن زايد صبعت آلاؤه مثل ضوء الشمس والقمر شيخ السلام شيخ السلام وتأسيس لدولته الله أتقن فيها أروع الصور شيخ السلام وتأسيس لدولته الله أتقن فيها أروع الصور وقد حباه إله العرش منزلة وكان أهلا لما أولاه من درري سواه للقوم بدرا يستضاء به من ظلمة الليل أو من زلة الحفر فبعد زايد لا ليل يؤرقنا ولا هموم نلاقيها مع الكدر أضفى على الناس من ألطاف طلته حبا وعطفا وإشفاقا مدى العمر والخير أرسله في الناس قاطبة يحيى به الناس من بدو ومن حضر والخير أرسله في الناس قاطبة يحيى به الناس من بدو ومن حضر يا ربي يا ربي وارحمه وزي الخير زائدنا عن كل أفعاله البيضاء للبشر جميل جميل صح لسانك الله يجمع لأيامك تسلم ولا صح لسانك بالفصحة خلنا لا فضفوك لا فضفوك بصراحة إن شاء الله عليك مزايد ما خليت شيء في النباطية في الفصيح في الندوات لازم لازم الآن بنبدأ إن شاء الله في النباط الحمد لله أنك كبرت أو تصير تلعب بعد كورة ما بنتخب شيء ما خليت كل مجالات والله الملايين اللي حفظون اللاعبين تشجعنا على أن نحن شو تشجعنا ألا نحرق القصايد يا ري يا ربي أنه بنحص الراتب احتياط احتياط الاحتياط عموما لكن الله يوفقهم دائما إن شاء الله آمين يا رب ووفق الجميع إن شاء الله سوف يوفق أنت كذلك ونبارك لك مرة ثانية هذا النجاح الكبير اللي فدنا في هذا البرنامج الجميل أشكرك العشر سنوات العشر سنوات اللي مرت والاحتفالية اليوم بهذه العشر سنوات يا أبو زايد كلها بتشجيعكم مثلك وشارواك وقفتكم ويانا ودعمكم لهذا البرنامج بالعكس بجهودك الطير وجهود القائمين أيضا على هذا البرنامج حبيب وكان المسؤولين في الإضاءة وحتى من أبناء الفجير المخلصين اللي وقفوا في البداية مع هذا البرنامج ونشكرهم ونشكرك أنت أيضا على جهودك ونشكر كل من ساهم في إنجاح مشكور رزاك الله خير يا أبو زايد مشكور شكرا شكرا طبعا كان معنا خارد الضرحاني رئيس جمعية الفجيرة الاجتماعية الثقافية ومعنا اتصال أيضا آخر من المملكة العربية السعودية والجميل جدا أخوي العزيز عازم الرويلي السلام عليكم عليكم السلام السلام عليكم بناصر يا مرحب هلو الله بالشاعر كيف الحال شعر طيب عاش من سمع صوتك عاش عليك من المملكة ولا خارج المملكة والله والله بالمملكة والله تحياتنا القلبية والحارة لك ولأهل المملكة أخواننا وأيضا لمليكها القلب النابض فينا بصراحة فنحن سعيد سعيدين جدا بهذا التواصل من قبل شاعر مثلك يمتلك هذا الإحساس الرائع والفكر الجميل وأخ وصديق قبل ذلك وأنا أتشرف أني أسمع صوتك في البرنامج مرة ثانية أتشرف لي يا أبو ناصر وعجزين وغالين الله يزيك خير وإحنا طبعا لما توقف ترافقدناه والله يقوله بصراحة الله يزيك خير لا إن شاء الله ما يتوقف مرة ثانية بإذن الله هو توقف للتحسينات لا أكثر يعني لكن إن شاء الله شكرا جزيلا على هذا الكلام المشاركة أنا أبغي نسمع المشاركة لكن بس ألك عازم وين بتأخذنا لأي غرض غزل وجداني عاطفي اجتماعي أنت تامر يا أبو ناصر أنا أنت بي موجود اشتري بس القلب خضر القلب خضر القلب خضر لا لا أنا أبغي أبغي لديك الشاعر الله يسلمك الله يسلمك خضر يقول خطي في بيضل ورق خط ونقط مني منه جاب قاف على الطاق مخطوط مني عند مثلها مخطط مرشون خطة سيل يما تخطأ رجل لها التقدير وللرأس ينحط اللي على ضرب المراجل توطأ الطيب عنده وارث لا شك مربط يستاهل أهراء الكرم بهم حطة يمشي بماشي الجدود ما زاد بالضبط الجدود على الشدات جبله تنطأ تاريخه مشاهد ومكتوب بالخط وبالحق حقه وغير حق توطأ يجي تصعب القاف منه مضبط يستاهلنه من شعوره تخطأ بصد قاف صوت جمس اليانط وبوقت الدماغ وبالنوازي تنطأ هذا وانا بحر الشعر ما تورط ومان يمنلي على قاف تعطأ القاف من نجاح خط تبع خط اللي بيزا تنظيم قاف على الطا والشعر من نجاح بحر تخطط لا جاهو جاه جاهو جاه على الطا الله 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 أول شيء التحدي جميل ومقدرتك الشعرية طال عمرك يعني معروفة عند الكل لكن في هذه القصيدة ما شاء الله عليك خذت قوافي صعبة وهذا تحدي عادة الشعراء يستخدمونه لكن قوافي صعبة وما يجيدها إلا شاعر متمكن لازم وانت طبعا شاعر جزل ومتمكن وهذا شيء ما يختلف علي اثنين صح لسانك والله يعطيك العافية على هذه القصيدة الطيبة والجميلة والقوية من شاعر قوي ووافي وعسانا إن شاء الله متواصلين دايم وإن شاء الله متواصلين دايم وأنا بصراحة شرفت أني اليوم شرفت معك والليوم شرفت أني أكون معك دايم شرف لي طال عمرك شرف لي طال عمرك كل خير وسلمنا على هنه في السعودية وإن شاء الله أنهم متواصلين دايم إن شاء الله الله يزيك خير ما أدري إذا بنوقف فاصل قصير يمكن نطلع مشاهدين الكرام مستمعين الأعزاء أبغي شوي ريح شرب ماي يخبروني أنه وصلت أشياء فنبغي ندخلها في الستيديو بناسبة الاحتفالية بمرور عشر سنوات على انطراغة البرنامج فأبغيكم تكونوا معنا وتواصلوا معنا على صفر تسعة أربع ثنينات ثلاثة أربعة خمسة إذن صفر تسعة أربع ثنينات ثلاثة أربعة خمسة ونسمع أصواتكم وقصائدكم وكانت فصحة أو كانت شعبية أو كانت تهاني أو كانت حتى مشاركات للاستفسار عن بعض الجوانب الشعرية أيضا عندنا فقرة رايكي همنا اللي خذتنا الاتصالات عنها شوي نرجع لكم ونتكلم عنها بعد هذا الفاصل القصير لا تروحوا بيد ولا تغيروا الموجة متواصلين معاكم مشاهدين مستمعين الأعزاء وبرنامجكم مساكم شعر ولكن في هذه الليلة مثل ما تعرفون عندنا احتفالية مرور عشر سنوات على انطلاقة برنامج مساكم شعر في اللذاء والتلفزيون واليوم بعد ما شاء الله توها في هذه الفترة وصلتنا كيكة مكتوب عليها إذا تعطونا زوم عليها مكتوب عليها مساكم شعر وعشر سنوات من التعلق أنا بصراحة تفاجعت فيها يعني الكيكة جدا جميلة وكبيرة بعد على الطاولة لكن الشباب ما بيقصرون عقب البرنامج الكيكة هذه وصلتنا من الشاعر عيسى يونس البلوشي حاليا هو بأسبانيا يدرس دكتوراه الله يوفقه وعيسى يعني أصر إلا أننا نستقبل منها الكيكة تصل فيني خلال الفاصل السابق والكيكة فاجأوني فيها يعني واحد من ربع عيابها فأنا أوجه لك تحية أخوي عيسى من هنا لأسبوع طبعا هو مدريدي ويعذروني المدريدية يعني السنة هاي شوي احنا طاغين عليهم البرشلونية حتى عشان يعني لأنه مدريدي وأنا برشلوني غير لونها وخلاها أزرق على أساس ما ما يكون فيه لوني ناصبة ولا يلاسبني لكن عموما أنا أشكرك عيسى إذاك الله خير على هذه الكيكة وإن شاء الله إن شاء الله أن نقدم في القادم الأجمل والأجمل خاصة وأن هيئة الفجيرة للثقافة والإعلام الدعم الرسمي لهذا البرنامج ولي أيضا تلفزيون وإذاعة الفجيرة وهي المظلة الكبيرة لهذا الحراك الإعلامي الثقافي في الفجيرة أنا أشكر لهم جهودهم كل الأخوة اللي في هيئة الفجيرة كل من دعم هذا البرنامج خصوصا أوجه له التحية والشكر وبسببهم هذا البرنامج متواصل وقاعد يقدم ويقدم الكثير للساحة الشعرية من خلالهم من خلال الاتصالات من خلال الناس المتواجدين معنا وأيضا المواضيع اللي تطرح وضيوف المتواجدين معنا الآن سعادة حمدان الكعبي رئيس أو مدير عام هيئة الفجيرة للثقافة والإعلام والأستاذ حمدان بن كرم الكعبي أحد الداعمين وأحد الناس اللي يقفون مع هذا البرنامج وبشكل عام مع الحراك الثقافي والإعلامي الآن في الفجيرة وله صراحة بصمات جدا واضحة في هذه الساحة وفي هذا المجال فنحن نرحب بسعادة الأستاذ حمدان بن كرم الكعبي مدير عام هيئة الفجيرة للثقافة والإعلام معنا في هذه الحلقة السلام عليكم أبو سيف عليكم السلام يا أبو ناصر مرحبتين نم نوريم ما شاء الله مرة أخرى في هذا البرنامج المتميز برنامج مساكم شار الله يسلمك التمييز منكم وفيكم أستاذنا وأنتو جهودكم ما شاء الله واضحة للعيان في كل اتجاه مش بس في التلفزيون أو في الإذاعة فاليوم طبعا مرور عشر سنوات أستاذ حمدان على انطلاقة هذا البرنامج اللي مرت والله كالبرق يعني ما في شك طبعا برنامج مساكم شعر من البرامج المتميزة واللي كل الناس تسأل عنها واللي كان له دور كبير في نشر الشعر على مستوى الوطن العربي وهذه الجهود وهذا التمييز لهذا البرنامج طبعا يجب أن لا نغفل ونشكر ونقدم جزيل العرفان لسيدي سمو الشيخ الدبتور راشد بن حمد الشرقي رئيس سيئة الفجير للثقافة والإعلام اللي لا أخفيكم سؤال المباشر والدائم عن هذا البرنامج وعن هذا الرقي اللي موجود في برنامج مساكم شعر والتواصل اللي يوصلنا من القائمين على أمور الشعر في الوطن العربي والاحتمام الموجود من لديكم وخاصة أنت الأستاذ عيظة والمسعود اللي تشرف على هذا البرنامج والبرنامج بدون لا نتكلم حقيقة في 2016 حقق واحدة من الجوائز المتميزة جاءت سلطان بن علي العويس التقافية في دبي واللي كان لها صدى كبير عند جمهور المشاهدين الحمد لله والله أبو سيف ليس بمجاملة على الهوى ولكن ما شاء الله الهيئة هي خلينا نقول ينسب لها بعد الله هذا الفضل لأن الهيئة طبعا بمن فيها من رجال ومن مسؤولين وأنت طبعا كمدير عام لهذه الهيئة ولا ننسى طبعا مثل ما ذكرت رئيس الهيئة سمو شيخ الدكتور راشد بن حمد الشرقي هذا الشاعر الجميل وهذا الرجل الإداري الراقي وهذا القائد الذي دائما ما يوجهنا لما هو فيه مصلحة الساحة الشعرية والثقافية وأنتوا والله ممقصرين يا أبو سيف وقاعدين تقومون بجهود كبيرة وجبارة وفيه فترات أيضا وجيزة يعني سباق مع الزمن في كل يعني خلينا نقول فعالية أو نشاط أو فكرة جديدة يعني فشكر حكم الحقيقة بناصر يعني إحنا دورنا بسيط جدا الدور الكبير هو اللي يقوم فيه الأستاذ عيضة والفريق العامل معاه من مخرجين معدين واللي يشتغلون على الصوت وعلى الصوت صحيح هذه اللي هم جهد كبير حقيقة في انتشار هذا البرنامج وفيه معرفة الناس ووصوله لأكبر شريحة من المشاهدين ومن الشعرة ونتمنى طبعا هذا البرنامج أن يسرس الساحة الشعرية في دون المراطن الساحة المتميزة في هذا البحر من بحور الأدب وأن يكون إن شاء الله يعني من أفضل إلى أفضل الله يسلمك أنا أشكرك جدا سعادة الأستاذ حمدان كرم الكائبي مدير عام هيئة الفجيرة الثقافة والإعلام على هذا الكلام الطيب وأيضا لا أنسى أن أوجه تحية لشركة ماب وإدارتها والأستاذ عماد أيضا والأخوة الموجودين معاهم الأستاذ رمال أبي يونس وأيضا الأخت ناهد وكل الأخوان الموجودين في هذه المؤسسة الجميلة اللي قاعدين يقدمون بصراحة الشيء الكبير أنا لمست التغير بأمانة أقولها في برنامجي في اهتمام وفي تواجد في أي لحظة تتواصل معهم يتعاطون معك ويتواجدون وهذا شيء الجميل لكن كل هذا أيضا بإدارتكم العليا لهذا الجانب أضفى على وجه الساحة مثل ما قلنا الإعلامية في الفجيرة وجه جديد مشرق جميل أتمنى لدوام التوفيق والنجاح وبأمانة شكرا جزيلا لك سعادة العفو العفو يا ابو ناصر سعيدين بالتحدث معكم ويتمنى لكم التوفيق أبدا ودوما شكرا جزيلا شكرا جزيلا مع السلامة فمشاهدين الكرام ومستمعين الأعزاء الكيكة هاي شوي تخلي الواحد يفكر أنه يقص له وحدة لكن الجماعة المشكلة قالوا أننا نتخربها خلوها لين نهاية البرنامج أنا أشكره والله عيسى الشاعر الجميل عيسى البلوشي على هذه الكيكة الطيبة شكله سمعني الحلقة اللي طافت يوم أقول نحن ما نبغي ورود نبغي كيك فأنا أشكره جدا عموما دعونا دعونا نروح لفقرة رأيك همنا وأطرح عليكم سؤال اليوم زمان حتى خارد أخونا خارد الضنحاني الشاعر تكلم عن هذه النقطة قال قبل كان سبحان الله وأنا موضوع اليوم قال قبل كانت يعني دعونا نقول كان الاهتمام بالأمسيات الشاعرية والفعاليات أكثر من اليوم أو كان تواجدها أكثر من اليوم يمكن لأنه كان فيه اهتمام ما أدري هل اليوم قل الاهتمام هل القائمين قل وهل في وجود السوشال ميديا سالة دور إلى آخره أنا سؤالي اليوم لكم كلكم زمان يوم كانت البرامج الشاعرية ومجالس شعراء القبائل برامج هذه التلفزيونية موجودة كان فيه حراك جميل جدا حتى كانت الأمسيات من وراء هذه البرامج يعني اللي يسمع شاعر يطلبها لأمسيها إلى آخره برامج شعراء القبائل نأتي إلى يعني رامج الأخرى الحوارية والنقاشية واللي كانت تحصل فيه مختلف القنوات الإماراتية حتى القنوات الإماراتية كانت تهتم بهذا الجانب فبالتالي كان هناك حراك جميل وكان فيه تواصل بين الشعراء والالتقاءات حتى في المجلات أنا أذكر يعني مجلات قديمة وقلنا نقول تقريبا حاليا ما فيه مجلات أساسا أو يمكن وحدة اللي هي بيت الشعر ويمكن صفحات في أيضا أحدى المجلات لكن بشكل عام ما فيه ذيك المجلات أو خلنا نقول الجانب هذا الصحفي الحراك في الجانب الإعلامي المقروع هذه الوسيلة الشعرية انقرضت تقريبا بقى منها شيء بسيط وإذا ما لحقنا عليه بينقرض أيضا بسبب دخول السوشال ميديا والفضائيات إلى خير لكن خلونا نكون واقعيين يا جماعة أنا اللي لاحظت أن دخول السوشال ميديا في فترة معينة كان فيه هيجان في الساحة الشعرية إلا أن اليوم صار فيه ركود رغم وجود فضائيات وساحة شعرية يعني إعلامية قوية سوشال ميديا وسائل التواصل الاجتماعي الانترنت إلى آخرة إلا أن لما نذكر زمان نلاقي أنك كشائر كنت تتواجد أكثر من اليوم خليك اليوم تتواجد في المنبر المنبر التواصل الاجتماعي لكن مشكل واحد يتابع ترى التواصل الاجتماعي ومشكل واحد سار يثق في التواصل الاجتماعي ومشكل واحد سار يستمتع لأنه سار كل حد شاعر إذا أتكلم عن هذا الجانب لكن زمان أنت ما تتلع في ترزيون إلا أكيد خاصة الأوليين ما يختارون أي حد ما تتلع في شعراء القبائل إلا أنك أنت جميل إلى آخره إذن شو اللي اختلف قبل لا فضائيات ولا غيرة برامج بسيطة في قنوات محلية على مجلات شعرية اليوم هذه الأمور كلها اختفت تقريبا أو أغلبها بقت عندنا سوشال ميديا وفضائيات وانتشار دولي وعالمي ورغم ذلك نجد أن مثل ما قال خالد الأمسيات الشعرية وينها الفعاليات وينها هذا الاحتفاء بالشعر وينها نبغي جواب منكم ونبغي نقاش معاكم حول هذا الموضوع على 09 42 3 4 5 إذن 09 42 3 4 5 ومعنا أيضا اتصال من شاعر جميل جدا وأخ عزيز وأعلامي أيضا راقي والشاعر عايض الحبابي السلام عليكم يسعد لي مساك يا بو ناصر هلا والله بشاعرنا الجميل كيف الحال شعر طيب عودا حميدا لهالبرنامج الله يزيك خير الله يزيك خير ردينا الأسبوع لطاف واحتفلنا هالأسبوع بالعشر سنوات نحن سعيدين بهالبرنامج لما يكون هالبرنامج موجود نحن نقدر نصلك يا بو ناصر الله يزيك خير أنت ما أدري أنا أسميك زئبق الساحة ما أدري هل الاختفاء هذا هل هو اختفاء متعمد حلوة زئبق الساحة وشلونك عسك طيب الله يزيك خير لا والله يعني خلنا نقول الاختفاء أحيانا يكون للتجديد يعني يعني ما يكون بسبب يعني آخر يعني التجديد هو كان الأساس أنت متجدد في قلوبنا قبل تكون متجدد في برنامجك وشاعدي أزاك الله خير ويسعد لي مساءك ومساء متابعينك حبيب والله وشعيد ومشاركتكم بهالبرنامج أيضا أنا أسألك سؤال اللي قبل شوية طرحناه الآن تذكر زمان طبعا أنت من الشباب الصغار على أساس ما نكبرك قبل كان في شعراء القبائل مثلا برامج مجالس شعراء القبائل في برامج شعرية في قنوات مختلفة محلية دعنا نتكلم عن المحلية على الأقل في القنوات موجودة برامج وحوارية يعني بدون ما نذكرها ونسميها خفت في الفترة الحالية ظهرت السوشال ميديا والإنترنت والفضائيات إلى آخر ورغم ذلك لو يعني تفكر فيها تكتشف أن زمان كان الشاعر يتواجد يطلع في شعراء القبائل ولا يطلع في برامج معين يطلبون في أمسية ثانية ويروح اليوم رغم هذه الفضائيات والسوشال ميديا وكثرة الشعراء حتى لنك لا تعرف منهم الغث من السمين للشخص العادي على الأقل إلا أن قل هذا التواجه وين الأمسيات وين الفعاليات وين النشطة حتى في دول الخليج بعد مش اللي عندنا أول كنا نقول في سعودية والكويت حنا دخلنا إبو ناصر خلصت سؤالك يا أستاذي نعم حنا دخلنا في زمان التخادم كيف في زمان التخادم كل واحد مسك لي وقت عليك أنا لما يكون عندي أربعين ألف متابع يمكن يكون عشر ألاف حقيقيين والباقي كلهم مهميين أو هم الناس أني الشاعر الأجمل أو هم الناس اللي العلاقة الأفضل أو هم الناس أني القادر على دعم نفسي بنفسي وأضيف على ذلك كلامك الشعراء اللي طلعوا في الضرامج السابقة هم إلى الآن هم الباقيين صحيح يعني هم الحقيقيين أنا لا ألغي أي تجربة شاعر موجود حاليا ولكن السوشيال ميديا يعني عطت الناس أكبر من حجمهم الطبيعي يعني أنا لما أنزل نص وركيك وألقى عليه مثلا خمسة لاف رتويت أو خمسة لاف مثلا لايك والردود لما تدخل عليها تلقى شخص رد عليك خمس ردود وش سبب خمس ردود يعني الرد الأول وردة الرد الثاني قلب الرد الثاني روعة الرد الثاني صعي يعني أنا أو هم الناس أو أصل الناس عندي متابعين ولكنك لما ترجع إلى الأصل ما تلقى فيه مادة ولكن لما تلقى الشعراء السابقين اللي هم طلعوا في البرامج اللي يتعجن شخص ولا يصل لها لمجرد الوصول يمكن يصل لها أنها يفلتر صحيح حتى أن يصل لها كمنا نتعذب والله عسى نطلق نعم وتلقى حسب تجربة يعني أنا يكلمني منش يقول لي أيضا أعطني قصيدة لك وأضمن لك في خلال شهر يصل مليون مشاهدة السمحة الصوت أنا أنا أصلا لما يسمعني صوت منجرة منجرة منصول كامت علي ولكنه قاعد يكلمني عن جمهور ما هو قاعد يتكلمني عن إحساد قلت ذلك على الشعراء الجي قاعد يفرضون عبسه ولكن أنا كشاعر وأنت كشاعر يا بناصر والشعراء اللي يعني لهم دائقة ومحتكين بتجارب الشعراء في الساحة ووصلوا لمرحلها أنهم يكرهون يسمعون شعر أول نستمتعود لما نجلس مجلس ما في سالسة فلان وش عندك وفلان وبعدين كلمة الله كلمة حل يعني تلقى أنهم يدعمون أنفسهم حتى لو كان جلسة في النهاية يطلع الشعر يروح ينام يحس أنه سوى أمس يمهو بجلسة أنه تقابل أربع شعراء ولذلك أنا أشوف أن الشعراء أنفسهم أو من يدعون الشعر هم أساءوا للشعر يعني الشعر هو النايحة ما هو أعفهم هو بالنايحة هو المغتصف والأخير هو المجروح هو المقتول هو الكبش الفئداء الكل مستفيد ولكن الشعر الحقيقي هو قاعد يبكي على نفسه تدري أخوي عايض أنه صحيح أن بعض السوشال ميديا خدم بعض أو خلنا نقول وسائل التواصل الاجتماعي خدمت بعض الشعراء خاصة الممتازين اللي ما لقوا منابر جيد جيد بسبب بسبب وجود الوسيم والعلاقات والأمور أي لا أتاني شيء القناعات أنا لما يكون شاعر جميل ويكون لي قناعة هنا أنا أتعد بس لما أكون متذبذب ومطبل ومبتسم للكل و يعني صحيح أتواصل مع أفلان لجل حضور أو أتواصل مع أفلان لجل دعم هنا صاحب القناعات أفاد حاليا لأنه سوى القناعة تابعها الناس قدم نفسها في الطريقة اللي ترضيه ترى الغرور الذاتي عند الشاعر ترى أهم شيء من أي دعم لوجستي أو شعري أو منبري تدري تدري يا عائض أن يعني شوف تخيلها أنا اليوم أقدر أسوي الستوري في الإنستغرام وأفتح على آلاف الناس أو لمعات الناس ويتابعوني في نفس اللحظة أكثر من الأمسية لكن رغم ذلك الأمسية الحقيقية لها طعم آخر مختلف اليوم أنت لما أو البرامج التلفزيوني اللقاء غيره خاصة زمان لأن كان مثل ما أنت قلت تفلتر وتعال عشان تسوي أمسية أنا أذكر سويت أول ما أقول أول أمسية بس أول أكبر أمسية خلينا نقول أنا وعبد الله بن شمى وكان شاعر ثاء وأظن سلطان مجلي كانوا يعي في المجمع الثقافي قبل ما يغيرون اليوم يعني قبل ما يصير يتغير المجمع الثقافي في بردبي من زمان صحيح وتصدق أني لقيت أنا وسلطان كان عبد الله بن شمى طبعا بحكم أنه يكبرنا وكان أقدم منه في الساحة لقينا انتقاد أو بطريقة أخرى في مجلة من مجلات أنه كيف المجمع الثقافي تسوي أمسية لشعراء لا زالوا يحبون أتذكرها في الساحة الشعرية طبعا هما ينتقصون من شعرنا لا ينتقصون من أننا بعدنا صغار ليس غلط أننا صغار لو شعر عندنا في مشكلة ممكن لكن لا لأنهم صغار فشوف كيف كانت يعني بوصل لجانب آخر أنه كيف كانت محاسبة الجهة التي تعمل أمسية لشعراء لا فلتر فلتر يعني مش أي واحد يطلع وأضف على ذلك برغم أن تقادر جاكم إلا أن فيه متعلكم صحيح صحيح وبعدين حنا السوشيال ميديا كسرت الجمود واللوبيات السابقة التي كان أنا أقدم فلان الذي يخدمني عند فلان صحيح بس مثل ما أقصنت حنا أنا أجلس مع نفسي أقول الشعراء التي قدمتهم الصحف والمجلات والبرامج القديمة هم إلى الآن هم المتسيدين هم الواجعة إذن هناك شيء غلط دليل دليل فيه فلترة ودليل أن الغث أساء كثير وبعدين ترى نحن في وقت شعراء الأزياء يعني تلقي الشاعر يهتم بالثيابة أكثر من شاعري لا يا رجل نحن في وقت نحن في وقت يعايد القائمين على الأمسية يهتمون بشكل الشاعر مش الشاعر يهتم بشكله اليوم في هذا الوقت القائمين اللي يبحثون عن الشاعر الوسيم الطويل الشعر طويل خليها على الله يا بوي أنا مكلمني واحد يقول سوي لي مهرجان أوكي ومدفوع وكل شيء بس جب لي الوجيه الجميلة يعني 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 هقو يعني هقو تكسوقنا رايح خلاص لا لا قلت أنا برنامج برنامج جويل اللي علامة السياح لكي أجيب لكي أجيب لكي أجيب أنت بي شعر أو أنت بي تستعرض يعني زين الظفر أغطى عن الناس الناقة أغلى من شاعر لازم تكون جريئة حتى في ردودك عشان يعرفون قيمتهم يعني أقول لك إذا بيدورون هالأمور هذه ما بنحصل ولا أمس يا عايض يعني والله هنا بعض المرات أجلس مع نفسي أقول أكل ألي الدهار وشرب ولكن يظل صلوك في عالم الشعر يظل نفسها الأجمع صحيح أمو من عايض خذنا القصيدة نقاشك جميل وشيق ومثري ولكن نخذنا القصيدة من قصيدك في هذه الليلة يقول يما بعد وشه حصيلا ما قبل في عالم من كثر الجفا متوارثة البارحة والضيق من ضول عبل يشع الفتيل المعترك والكارثة في سالفة قطع المواصل والسبل في الأولة والثانية والثالثة وانتنتي مملي قناعات ونبل ألقى لكيش الحمايم حارثة تارد على قلبي مواريدة لبل وشفاها قلبي أنا حسودك نافثة قفت بك السكين قطع الحبل اللي تقول آسف وهذه حادثة أنا اللي آسف وآسف لك دبل في وقت يجرم كالكفن عافثة تبي تبي اختصار واه يا غصن دبل شوف الكبير اللي ينهزم بمحادثة سلام الله 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 يا كبير الله ذكرتني بمخرجنا دائما يعيد يا كبير صح لسانك والقصيدة جدا جميلة وإن شاء الله ما تنكسر لا ما بشوف الشاعر ترى يحق لما ما لا يحق حق له في النهاية يعيش تخيلات كثيرة في لذلك الله يعينه الله يعينه إن شاء الله أنا أشكرك جدا يعني لما نشوف فيلم رعب ترى نحطها قصيدة رومانسية لاحقا يعني ما عندك مشكلة مع جوة الشاعر الله يعطيك الصحة الله فيك أبو ناصر وسعد المسائك والمسائك من وصول المتابعينك الكرام والله شعر الانتدار الله يزيك خير مشكور مشكور الشاعر هايض الحباب حديث مثري وقصيدة جميلة شكرا جزيلا لك شكرا قصيدة للشاعر الإماراتي سعيد بن طميشان نبغي الكعبي نبغي نسمعها بصوتي المتواضع وأتمنى أنها ترقى لكم وأتمنى أن أني أقدر أقدمها بالصورة التي ترضي أيضا شاعرها سعيد بن طميشان الكعبي فنبغي نستمع لخلفية شوي طيبة مع هذه القصيدة يقول ما بكتبك حاضر ولا بكتبك غاب ما بكتبك حاضر ولا بكتبك غاب أنت مخير أنت مخير بين روحها وجيه ما بكتبك حاضر ولا بكتبك غاب أنت مخير بين روحها وجيه وأنا ونلي ونلي من سنين مع طنك أسباب عشان تعطيني عذر للخطيئة حاول حاولت لقي بيت من شعري اعتاب إذا لقيت البيت عاتب يديه أسد باب وباب وافتح لك أبوار حتى ولو ما عاد للوصل نية وترقبك وترقبك تمطر ولا شوف سحاب لكنها عاداتي الأولية وترقبك تمطر ولا شوف سحاب لكنها عاداتي الأولية الظن بك ما خاب والحب ما خاب لا زال تغصونه في قلبي ندية لو كل من نفذ لو كل من نقد مواصله ينعاب لو كل من نقد مواصله ينعاب الله يا مكثر عيوب البرية لو كل من نقد مواصله ينعاب الله يا مكثر عيوب البرية ما يجني الصابر سوى حرق العصاب وانا جنيت من الحروق بجدية يا صبر منه تاب عنك ولا تاب ويعيش بك واقع بلا واقعية تموت تموت في عيني ملامح للأغراب وانت وانت الغريب اللي ملامحك حية ما طاب لك خاطر ولا خاطر يطاب متقاسمين الحالة العاطفية خذ راحتك خذ راحتك ما بحرج بين الأحباب إذا تبقى نبكي بنبكي سوية ليت الذي ما بيني وبينك أجاب إن كان إن كان عاملتك شرات البقية ليت الذي ما بيني وبينك أجاب إن كان عاملتك شرات البقية يلي ملبسني من الحزن جلبار قلبي يعورني عليك وعليه سعيد بن طميشان الكعبي فاصل ونواصل لازلنا معكم مشاهدين الكرام مستمعين العزاء في هذه الاحتفالية بمرور عشر سنوات على انطلاقة برنامج مساكم شعر برنامجكم الشعري الخاص بقلوبكم ولازلنا متواصل معكم في هذه الحلقة واللي نتمنى أن نستمع أيضا فيما تبقى منها إلى قصائدكم ومشاركاتكم معنا على صفر تسعة أربع ثنينات ثلاثة أربعة خمسة إذن صفر تسعة أربع ثنينات ثلاثة أربعة خمسة وطبعا من خارج الدولة مسبوق بفتح الخط ومثل ما قلت لكم هناك أيضا المواقع بشكل عام الأبليكيشنز خلينا نقول أو التطبيقات اللي في الهواتف اللي فيها راديوات وكذا بس في منهم واحد مشهور اللي هو تون إن اللي شغال عليه دعاية أنا دائما هذا إذا فتحته بتلاقوه في البحث اكتبه في جايرات ريديو بيطلع لك أو بتطلع لك الإذاعة بشكل مباشر وصافي وبتقدر تجتمع لنا في أي وقت وفي أي مكان بتلفونك التلفزيون عاد أيضا في قنوات أنا بعض الأخوة من خارج الدولة تابعة أيضا بس طبعا لازم تبحث عليها في النت التواصل مثل ما قلت لكم صفر تسعة أربعة ثلاثة أربعة خمسة واليوم في فقرة رايكي همنا عندنا موضوع طرحنا اللي هو أن زمان باختصار أن زمان كانت في مجالس شعراء برامج بسيطة برامج موجودة شعرية حوارية في التلفزيونات والإذاعات إلا أنه كان تواجد شاعر أنا أتكلم في الإمارات تواجد شاعر الإمارات في الإمارات كان كبير كان فيه تنوع من الشعراء اليوم هذا في هذه الأمسية هذاك في أمسية ثانية صغير كبير تجربة بداية تجربة ناضجة كان فيه تنوع بعد ما طلعت وهذا الغريب يعني فضائيات والسوشال اللي هي التواصل الاجتماعي شاني فب العربي التويتر والفيسبوك والإنستغرام إلى آخره والإنترنت وأيام المنتديات بدأ أشوف يعني خاصة الفترة هذه المفترض يكون فيها الشاعر واصل لكل مكان بدأ يقل الاهتمام بالشاعر اليوم منو يشوف أمسيات بمعنى أمسيات مثل قبل قبل احنا كنا والله تقريبا شبه سبوعي نحضر أمسية في هالمكان ولا هالمكان اليوم يا دوب في الشهر وأتوقع يا دوب في الشهر في الشهرين ثلاثة وأتوقع بعد فترة يمكن نستغرب بذستوت أمسية يعني نسوي حفلة حق اللي يسوه أمسية فصارت الأمور مش مثل قبل ليش شو السبب اليوم حتى أنا يوم أفتح تويتر حط قصيدة ما قرأها والله يمكن في الانستغرام لايك لايك ما تقرأ كثرتهم ما دريش تسالفه فخلونا نتناقش في الموضوع على صفر تسعة أربع ثنينات ثلاثة أربع خمسة ومنها أيضا نستمع إلى قصائدكم ومشاركاتكم في هذه الحلقة قلنا لكم اللي فيها احتفالية جميلة واللي أشكر فيها الأخوة اللي بعثونا هذه الأشياء الجميلة وأشكر إيسا لبلوشي من أسبانيا تصل فينا إزاها الله خير وطرش حد يبننا هذه الكيكة كإهداء مننا وفرحة مننا بهذه المناسبة حتى أنا في الفاصل يأتني تصالت إيش ما خبرتنا وليش ما كذا فأنا ما نبغي منكم الكيك والورد والهدايا نحن نبغي أكبر هدية هي تواجدكم معنا وتواصلكم مع هذا التلفزيون وهذا البرنامج وهذه الإداءة الجميلة عموما متواصل معكم معنا هذا الاتصال من هذا الشاعر الجميل أحمد سند السلام عليكم وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته وصدق الله بالخير يا أبو ناصر بالرضا والنعيم حبيبي شاعر أحمد سند شخ بارك شار طيب الله يسلمك شخ بارك عتاك بخير والله بخير سرك الحال الله يسلمك وكل عام أنت بخير من مناسبة مرور عشر سنوات صراحة مرتك أنها سنة كل عام البرنامج بخير عشر سنوات صراحة من التألق والبرنامج الوحيد اللي في الدولة صراحة اللي يدعم الشعر يعني شكوء شكر الكلمة شكر لا توفيكم حقكم صراحة أحمد سؤال على السريع قبل عشر سنوات كم كان أمرك خمسة وعشرين لا 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 صراحة قبل عشر سنوات كان أمري عشرة يعني اليوم عمرك عشرين صح؟ الحمد لله ما شاء الله يعني ما كنت تتخيل أنت كان أمرك عشر سنوات يا دوب شوت كورة زين ونحن قاعدين نلع في هذه البرامج تخيل يعني والله وائد ترى أدري أنه وائد بس ليش لحرجات بالأكس يا ريال أمرك عشر سنوات بعدك صغيرة لا نفعي أحراج لا لا أمزح مهن فقط أحبين نبارك حبين نبارك أحب أن تشرد حبين نبارك من ألسال لا 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 أريد أتحد موضوعكم استفزني استفزني صراحة أنا من أولا أرى وأتعصف لنا هذا أنا عاني منه وكثيرين من الشعراء دعنا نقول الشعراء اللي توهم بادي أو اللي لهم تجربة بسيطة وجود السوشال ميديا الحين المفروض أن يخدم ظهور الشعر لكن صار العكس بس نحن لا نستطيع نعيب الشعراء إذا ترجع لأيام زمان كان فيه الشعر الممتاز والشعر المتوسط بس كان يطلع الشعر الممتاز ليش لأن المسؤولين يعني ما يختارون على حسب المظهر أو على حسب أن هذا بينه وبينه مصلحة أو بفيتني بعدين أو على الاسم وإلى آخر فإذا بنلوم بنلوم المنظمين والقائمين يعني على الأمسيات فقر فقر في الأمسيات يعني دعنا ننسى الأمسيات دعنا ننسى الأمسيات نتكلم عن الإعلام من جانب الإعلامي قبل برامج وكذا وقليلة وما في هذه الفضائيات ولا في تواصل اجتماعي ورغب ذلك لو نسترجع شوي نكتشف يمكن أنت أحمد دعنا نقول يعني ما عشتها كثير هذه الفترة لكن لو تسأل لو تسترجع لو تشوف بتلاقي أنه مثل ما قال قبل شوي أخوي عايض وهذه ملاحظة جدا جميلة عايض لأحبابي الشعر قال أن تكتشف أنك لو تفكر شوي أن الشعراء الباقيين والمتواصلين والموجودين في الساحة هم الشعراء اللي ظهروا في فترة السابقة مش الشعراء اللي ظهروا في السوشال ميديا وبدو نذكر أسماء حتى بعض البرامج المسابقات الشعرية المشهورة تلاقي الواحد يوصل للرابع للثالث مركز مشهور إعلام ووضاء وتصليل الضوء وإلى آخرة وبعد البرامج يختفي يختفي إذن صحيح إذن البرامج اليوم التواصل الاجتماعي الفضائيات مبهي يعني مبهي سبب اللي ممكن ينشرك ودليلنا قبل بدونها انتشرت فيه أشياء ثانية فيه شف أبو ناصر شف كنا في قارب واحد سواء من الشعراء أو إعلاميين أو كجمهور بس للأسف اللي صار الحين صار تقسير من الكل الحين الشعر ما يفكر يكتب للشعر يصار يكتب بس لغرض واحد سواء مصلحة أو غرض مادي وحتى في المسابقات بدون ما نذكر أسامي يأخذ للمبلغ أو يأخذ هذا ويغيب يعني بدون ما نذكر أسامي نحن وتوقع الموضوع مفهوم يعني صار الشعر يلمل منه والله العظيم يعني أنت تكتب يعني أنا عن نفسي أنا أكتب ما في شي حفزني وأني أكتب أكتب أحطها في الدرج ما الحافز الذي يمكن يكون وجود المهرجانات وجود الملتقيات وجود الندوات وجود الأمسيات يعني تحفز أن الشعر يكتب يعني على الأقل أحس بالمنافسة تعاتب من في هذا الجانب أنا أعاتب كل مسؤول له دور في دعم الشباب على الأقل يعني الشباب الشعر اللي يحبون الشعر سواء أنا أو الأشياء الأخرى يا أخي يعني يكفينا مجاملات لأنها نفس الأشخاص هم يتكررون في نفس الكراسي يعني ملينا نبدأ نشوف الشباب أنا ما أتكلم عن نفسي أنا بس أتكلم عن في غير أحمد في غيرهم مئات يعني يعنون من هذه المشكلة فلا تظلمون الشعر بسبب اختياراتكم يعني والله العظيم مننا في أي شيئا يعني أن أنت تعب في المناصر أن أنا ممكن أختار هذا الشعر بس عشان أنه رجل وسيم أو عشان أنه إلى آخر وأنا بأن أذكر أشياء ثانية فكذا أنت تظلم الشعر فأنت محاسب عليها يوم القيام أنك أختيارك تكون يكون دقيق يخدم الشعر ما يضر طيب اليوم السوشال ميديا حتى مع ذلك شوف يعني خدم بعض الناس أنا ما أقول لك لا وفي اسم أنت تدريبة ويمكن أنا تدريبة وبعض المستمعين يدروبة ووصل بالمليون وشيء المتابعين عنده وكان في فترة ما يوقف موجود في كل تليفون حتى لكن الغريب أنه حتى اليوم ما نشوفه أو بمعنى آخر ما صرت التابعة وتقراله عندك وايدين في السوشال ميديا لدرجة أنه ستوينا نفتح بس نشوف بداية الشطر حتى ما نقرأ ما عندهم شعراء جميلين وكذا ما نقرأ تصير أنت تخاف أنك أنت تلزل شيء وكلهم يكتبون لك الله ولا يحطوا لك قلوب على قولة عايض ولا أي شيء ومنها كنت أساسا ما قروها بس مجرد مجاملة لك لكثرتهم لعدم ثقة الناس حتى في الشعر والسوشال ميديا السبب ارتخاء في الحس الشعري عند الناس هذه حلوة هذه طبية ترى ارتخاء في الحس الشعري في العصب اللي مفواوي ما يسمون فأصدق يعني الواحد ما صار يميز بين الطالح وبين صار يميز في التهريج اللي يكون أكثر تهريج هو الشعر المبدأ كلام جميل ومثري ونبغي أيضا نثري هذه الحلقة بقصيدة من قصائدك أحمد حاضرين يا أبو ناصر وإن شاء الله نقدم شيء دمير وأقول فيها في غيبتك ناح الحنين بداخلي وتساقطت مني سنيني كالورق الله ضامي وصل راوي جفا شاب حزن جايع فرح ميت وعايش في الأرب الله ذكراك صار الذكر طرخة ألم الإنسان من بعدك غرق أشكر ليال البعد وينهكني يسرق والنور في أيامي تلاشى وما شرق وليمتها والحزن ما أخذني وطن الله وليمتها والعمر مني ينسرق وليمتها 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 يكفي خلاص امتها تحنب امتها ترق في غيبتك لا من قطع حبل الوسط أنت في صدري في الزوايا والطرق أنت في دمعي والدعاوي والحلم ومستقبل اللي أمني تحترق نام اللقاء وتلحف الصمت بهدو لكن لقانا حي في حبر ورق ياكم فقت حباب لكن ما فرقوا إلا غيابك أعترف والله فرق سلامتكم جميل جميل حتى القفلة جميلة جدا بعمنا قصيدة جميلة من الغصائد الرائعة صراحة لا يسمع السلام هذا من ذوقك ومره آخر نبارلكم بمرور عشر سنوات وإن شاء الله مزيد من التقدم والتوفيق وشكر خاص للمخرج عبد العالي صح لا 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 عبد العالي عبد العالي مهندس صوت جميل لكن اليوم مريض الله يشفيه صدق نوجه تحية زي انذكرتني والشكر للطاقم كله صراحة اليوم معنا الماسترو الجميل المخرج الرائع ريمال هبي يونس هو اليوم معنا ولكن والطاقم طبعا اللي معاه رائعين لكن عبد العالي اليوم مريض ونحن ونحن نحن نحن وطاقم البرنامج نقول له الله يشفيك إن شاء الله ونشوفك إن شاء الله بصحة وعافية بإذن الله وعافية طبعا عافيتنا وعافيتهم لأنه هو مغربي يعني عافيتنا وراحت عليه الكيكة لا بتصلها مالك بنقص منها بنقص منها بنقص منها أحمد أحمد القصيدة اللي كتبتها قبل شوية ولي عديتها هذي واقعية ولا شيء بس خيال يعني والله واقعية يا ابو ناصر وخلها في القلب تجرح ولا تطلع وتفضح شوف كيف شوف كيف جرأتك وانت تقولها مو متزوج اي مو متزوج جريئ وانت تقولها أنا إنسان صريح معالك سأركب الدبلو تجربتك شكرا يا ابو ناصر مستعج بنسبعك تقول أنا عندي قصيدة عن دار العجزة والمسنين عندي قصيدة بر الوالدين عندي ما أفضل عقوقة بس هذه الأشياء أمامي أعطيك العافية أحمد 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 إن شاء الله جميع ومشكوري ما قصرت ومتغى على خير إن شاء الله الله يسلمك حبيبي الله يسلمك الله يسلمك الله يسلمك متواصلين لازلنا معاكم على صفر تسعة أربعة ثانينات ثلاثة أربعة خمسة هو للأمانة أساسا وصلنا تقريبا لختام الحلقة لكن 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 ما أدري إذا نختم أساس أحسن عشان عشان ندخل في الاحتفالية هذه ولا مخرجنا نختم مشاهدين الكرام لأنه في عندنا احتفالية بسيطة بتكون بعد وما نبغي نأخر الجماعة معنا بعد الحلقة فالختام مسك مع هذا الجمال مع الشعر اللي سمعناه مع الكيكة هذه اللي وصلتنا مع حب الناس مع الاتصالات اللي استمعنا لها مع القصيد اللي سمعناه والشعر الجميل الأسبوع القادم بيكون معنا إن شاء الله ضيف في هذا البرنامج أول ضيف بيينه بعد هذه الفترة من التوقف وإن شاء الله النضيف جميل يليق بأذواقكم وبتبدأ الفقرات ترى مع الضيف بتشوفون شيء إن شاء الله يرضيكم والضيف شويبا شاكسة بنطلع منه شعر وايد وأيضا مواضيع مختلفة فخلوكم معنا في هذه يعني خلونا نقول الحلقة القادمة المختلفة إن شاء الله بهذا الضيف أو بوجود هذا الضيف وأتمنى أن قدرنا أن نسعدكم معنا في هذه الحلقة ويعني نناقش معكم بعض المواضيع الجميلة ونستمع لبعض القصائد الراقية من شعرانا أشكركم جدا شكرا لمخرجنا هذه الليلة الأستاذ ريمال أبي يونس شكرا لكل الطاقم الجميل معه في هذه الحلقة من مصوري ومن كادر فني ونلتقي معكم إن شاء الله في الأسبوع القادم وضيف معنا في تلك الحلقة تصبحون على خير ومغفرة من المولى عز وجل ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر